الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين وبعد فما زلنا أيها الأحبة الكرام نتدارس سوياً قيم القرآن الكريم ومن بين هذه القيم القرآنية قيمة التزكية ذلكم لأن القيم العليا لهذا الكتاب الرباني قيم ثلاث قيمة التوحيد وهي أساس كل شيء ثم قيمة التزكية ذلكم لأن هذا الإنسان الذي يكلف بطاعة الرحمن التكاليف تقوي إيمانه تهذب نفسه تطهره من آفاته ترسم له طريق الوصول إلى رضاء مولاه فالتزكية قيمة عليا من قيم القرآن الكريم كما أن العمران يليها لأنه لا يمكن أن يوجد عمران للحياة إلا على يد إنسان زكت نفسه وسمت روحه واستقامت حركة حياته ومحال أن يوجد هذا الإنسان بدون توحيد الله جل وعلا لذلك كانت التزكية قيمة قرآنية عليا فما المقصود بالتزكية؟ التزكية في أبسط معانيها تحمل معنى الصلاح الطهارة النماء هذا على سبيل الإجاز الصلاح لأن هدف منهاج القرآن هو تزكية الإنسان وصلاحه وكما قال الطاهر ابن عشور رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الرائع مقاصد الشريعة قال إن المقصد الرئيس من الدين هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحها بصلاح المهيمين عليها وهو الإنسان وصلاح الإنسان ينبني على صلاح قلبه وصلاح عقله إذن منهاج القرآن يعمل على صلاح هذا الإنسان بجلب ما ينفعه ودفع ما يضره هذه واحدة أو يعمل على صلاح الإنسان بأن يكون إنسانا في دنيا الناس صالحة يفعل الخير ويقدم للناس الخير وبوجوده تسعد الحياة وهذا هو مراد الله من خلق هذا الإنسان أن يكون صالحا يعبد ربه ويعمر أرضه كذلك من معاني التزكية الطهارة الطهارة هي إبعاد كل ما يعلق بالإنسان من شرور وآثام فإذا ما ضعفت نفسه وزلت قدمه فتح الله له باب توبة ليعالج أثر الخطأ ويحسن العودة إلى الله تبارك وتعالى كذلك من معاني التزكية التنمية كالزكاة هي النماء زك الشيء أو زك الشجر أو زك الشرع أو زك الشجر أي نماء فالتزكية هي صلاح وتطهير وتنمية ونماء القرآن الكريم جعل للتزكية منهاجا أول منهج من مناهج التزكية في القرآن هو منهج توحيد الله عز وجل لأن توحيد الله عز وجل يبعد الإنسان عن أي عليقات من علائق الدنيا ويقطع عنه الركون إلى البشر فيكسر الصنم ويوحد رب الكون كله جل وعلا هذا توحيد أفقي هذه القضية التوحيدية والقيمة التوحيدية تجعل الإنسان معلقا بالله عز وجل أفقيا فيراعي مراد الله الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى هذا التوحيد يقطع صلته بأي آصرة تبعده عن مراد الله ثم يأتي منهج آخر يتعلق بقضية الصلاة الصلاة منهاج عملي يبرهن على صدق توحيدك فإذا ما استمر العبد على صلاته قويت روحه وزكت نفسه وعاش لله كما أراد مولاه هذه الصلاة لها عدة معالم في منهج التزكين أولا أن الصلاة عنوان توحيدك فالمؤمن هو الذي يصلي والله تعالى اعتبر الصلاة إيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي أدينك أي إيمانك فالصلاة هي عمود هذا الدين وهي المظهر التطبيق العملي لتزكية النفس وكلما استمر العبد على الصلاة قويت روحه واستقام فكره وطهرت نفسه من عدة زوايا الزاوية الأولى أنه يبدأ صلاته بالله أكبر فإذا كان الله أكبر في قلب العبد من كل شيء صحت صلاته تسمى النية مع تكبيرة الإحرام تحرم على نفسك كل شيء من علائق وعوائق ودنيا وزراعات ودجارات وزوجة ولا يكون في قلبك إلا الله تقف بين يديه تركع بخضوع وتسجد له بتذلل وانكسار تناجيه فيسمع مناجاتك كذلك الصلاة كمنهاج للتزكية تجعلك وثيق الصلة برسول الله اتباعا لأن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون ومن اللطائف عند الفقهاء أنهم وقفوا عند الصلاة على رسول الله في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفي نهاية التشهد تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قالوا لطيفة رائعة لماذا دعينا إلى أن نكثر من الصلاة على رسول الله وأن نقولها في التشهد الأوسط والأخير حتى نتذكر دائما صلتنا برسول الله وأنه الذي بلغنا رسالة الله فنحسن اتباعه ولا نخرج عن دائرة سنته تذكير دائم بأن نثبت على السنة فكلما استمر العبد على منهاج التزكية سمت روحه وصار في دنيا الناس عبدا كما أراد الله ثم يختم الأمر بثمرتها الله تعالى ينقلك إلى أن ثمرة التزكية أن تعيش صاحب خلق حسن وفعل كريم والله يتقبل صلاتك إذا ظهرت عليك آثارها كما قال الحديث القدسي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم المسكينة والأرملة وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس أكلاؤه بعزتي وأستحفظه ملائكتي أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وصحبي أجمعين